الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم وما بعد أيها الإخوة بالنعم الله على العبد أن يدرك هذه الأيام المباركة هذه الأيام التي فيها أفضل أيام السنة هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أنعم الله علينا بإدراكها ومن أعظم الأيام ومن أيام الله تبارك وتعالى يوم عرفات هذا اليوم الذي تتعدد فضائله بل لا نستطيع في هذه العجالة أن نذكر كل فضائله فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر من يوم عرفة فهذا اليوم يوم عرفة إذا ذكر ذكر العتق من النار هذا اليوم العظيم يكثر الله جل وعلا فيه من عتقائه من النار وكان السلف رحمهم الله يأتي بعضهم بعبيده وإمائه فيعتقهم ويسر الله جل وعلا العتق من النار أو غير ذلك ومن فضائل هذا اليوم العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال خير الدعاء دعاء عرفة شوف لما تتصور هذه الكلمات وتتذكر عظمة الدعاء وما في الدعاء من الخير والعظمة الدعاء له مواطن يتأكد فيها فعندما تتذكر الدعاء في الثلث الأخير من الليل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب تذكر هذا كله وغيره من فضائل الدعاء ومواطن استجابة الدعاء ثم تسمع خير الدعاء دعاء عرفة يتبين لك أن الدعاء يوم غد أمره عظيم وشأنه كبير وأن الدعاء يوم عرفة له شأن كبير الدعاء والذكر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن فضائل هذا اليوم المبارك أن الله جل وعلا يدن فيباهي بالحجيج ملائكته في هذا اليوم العظيم ومن فضائل هذا اليوم العظيم أن من صامه فله كفارت سنتين سنة ماضية وسنة أخرى وعدد فضائل هذا اليوم العظيم حتى روية في الحديث أن خير ما قيل فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميته وهو على كل شيء قدير وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله يأمر بإيقاظ الخدم حتى يتسحروا ليصوموا هذا اليوم العظيم ولذلك ينبغي على المؤمن أن يذكر أبنائه وبناته وأهله ومن عنده ممن من الخدم أو السائقين بأن يصوموا في هذا اليوم العظيم وأن لا يفوتوا هذا الفضل الكبير صيام يوم عرفات وعدد في فضائل هذا اليوم المبارك ولذلك ينبغي على المؤمن أن لا يضيع وقته ومن مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الحج أنه بعدما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً انطلق ودخل عرفات بعدما صلى في نمره ودخل عرفات ثم توجه يدعو دعا دعاء عظيم حتى يعني كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤثر على الصحابة بشكل كبير حتى تسالوا وقالوا هو صايم ولا مو بصايم فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم قدح فصار يدعو بيد والقدح في اليد الأخرى ويمسك بزمام بزمام راحلته المقصود أيها الإخوة أن المؤمن لا يضيع الوقت في مثل هذا اليوم العظيم من الذكر والدعاء والصيام ونحو ذلك أختم هذه الكلمة اليسيرة بمسائل تهمنا في الأيام القادمة ومن ذلك أن التكبير المقيد يبدأ من فجر عرفات ما هو التكبير المقيد؟ التكبير المقيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تجعلها بعد صلاة الفريضة مباشرة ما الدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ جمع من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمر وأبن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين كانوا يكبرون بعد الصلاة يبدأون من فجر عرفة ومتى ينتهي عصر اليوم الثالث عشر من أيام التشريق السؤال اللي يطرح نفسه هل يكبرت بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله على طول يقول الله أكبر قبل استغفر الله ولا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا جل jako الamentرام ثم يكبر الجواب الشيخ محمد معثيمين رحمه الله يرجح الثاني والخلاف يسير لكن أهم شيء أن تكون الصلاة المفروضة مرتبطة بالتكبير مباشرة سواء قلت أستغفر الله ثلاثا ثم اللهم أنت السلام وتبدأ بالتكبير أو مباشرة قبل أستغفر الله تبدأ بالتكبير لكن لا تجيب الأذكار ثم تكبر لأن هذا اسم التكبير مقيد يعني مقيد بالصلاة يعني نستبدل أو نقول بدل أن نذكر الأذكار المعروفة المتعاهدة للصلاة لا يأتي هذا في الخمسة أيام اللي هي أيام التشريق كما فعل الصحابة رضي الله عنه والتكبير المعروف لدينا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد هذه صيغة وثم صيغة أخرى لابن عمر رضي الله عنه وهي التي تقال على الصفة وعلى المروة وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير والتكبير المشهور الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة هذا ينسب للشافعي رحمه الله وعلى كل حال إذا كبر بهذا أو كبر بهذا المطلوب هو التكبير ثم مسألة أخرى وهي التكبير المطلق في أيام التشريق والجواب أن التكبير مستمر حتى تنتهي أيام التشريق فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر ينتهي وقت التكبير المطلق ولا يقال أنه لا يوجد إلا تكبير مقيد في هذه الأيام لا وإنما تكبير مطلق ومقيد كلها حتى اليوم الثالث عشر وهذا الذي تفتي به اللجنة الدائما البحوث العلمية والإفتاء في هذه البلاد نسر الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته وأن يرزقنا وإياكم جميعا القبول والله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم